اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان ريليستيت اللي بيقدم لحضراتكم الجدعان في السوق العقاري المصري وما اكثرهم النهاردة هنشارك مع حضراتكم في ادارة اصل من اصول الدولة اصل شديد الاهمية احنا لازم نعرف كيف تدار اصول الدولة او كيف يتم التصرف في اصول الدولة احنا عندنا وصيقة هامة جدا هي وصيقة تحدد آليات التصرف في املاك الدولة او في اصول الدولة هذه الوصيقة تحدد معالم الطريق ايضا تحتم على الدولة ضرورة التعاون مع القطاع الخاص يعني الدولة المصرية حددت وصيقة للتعامل مع الاصول التي تملكها بهدف استغلالها افضل استغلال ومن هذه الاليات هي ضرورة التعاون مع القطاع الخاص يعني كل اصول الدولة هتتعاون فيها وتتشارك مع القطاع الخاص لاستغلالها افضل استغلال الاصل اللي هنعرضه لحضراتكم النهاردة هو اصل شديد الاهمية قطعة من الزهب موجودة على كورنيش النيل في محافظة الاقصر وتحتضن معبد الاقصر وايضا طريق الكباش ارض اسمها فندق صفوي مساحتها 24 121 متر على كورنيش النيل تمتد بطول اكتر من 235 متر على كورنيش النيل ارض عظيمة جدا وهي الاقرب لفندق وينتر بلس اشهر فنادق الاقصر العالمية والتاريخية هذا الاصل العظيم جدا ارض صفوي مملوكة للشركة القبضة للسياحة والفنادق التبعة لوزارة قطاع الاعمال العام والمروج لهذه الارض هي مجموعة امناء الاستثمار في البنك الاهلي المصري هي مجموعة تمتلئ بالخبرات والكفاءات القادرة على ادارة اصول الدولة ولهذا تم التعاون ما بين وزارة قطاع الاعمال ممثلة في الشركة القبضة للسياحة والفنادق وما بين البنك الاهلي المصري اعرق واعظم بنقنة الوطنية هذه الارض العظيمة اللي انا بعتبرها احدى الفرص الاخيرة والنادرة في محافظة اللعصر هتتطرح في مزاد علني بنظام الازرف المغلقة يوم 19 يونيو الجاري هذه الارض الكل منتظر كيف ستدار عملية التصرف في هذه الارض كاحد اصول الدولة الهامة جدا النهاردة هنتعرف مع حضراتكم على كل آليات التصرف في هذه المساحة الزهبية 24 121 متر هذه الارض زي ما قلنا مملوكة للشركة القبضة للسياحة والفنادق وجهة الترويج لهذه الارض ومناء الاستثمار في البنك الاهلي المصري وخلي بال حضراتكم في محافظة لعصر النهاردة بينشأ العديد من الفنادق العالمية وبالتالي هذه الشركات الكبرى لا تقدم على ضخ استثمار في مصر الا بعد دراسة مصر بالكامل من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها اذا هناك فرص واعدة في محافظة اللعصر في القطاع الفندقي وارض سافوي مخصصة للنشاط الفندقي خليكم معنا عشان نتعرف على آليات طرح أصل شديد الأهمية من أصول الدولة ولازم حضراتكم تعرفوا أن الفترة اللي جاية هتشهد طرح العديد من أصول الدولة ولكن بالتعاون مع القطاع الخاص وده أمر شديد الأهمية ويجب التأكيد عليه ده كمان اللي أكدته وصيقة الدولة للتصرف في أملكها واستغلالها أفضل استغلال خليكم معنا في حلقة هامة جدا من محافظة الأكسر تشاهدون في حلقة اليوم فاريك الجدعان ريل استيت يكشف أسرار طرح أرض سافوي الذهبية بمساحة 24,121 متر على كورنيش النيل في قلب مدينة الأكسر حيث تعد أحد أصول الدولة العالية القيمة المطروحة للاستثمار الجاد في القطاع السياحي والفندقي وخاصة أنها تحتضن معبد الأكسر وطريق الكباش فاريك الجدعان ريل استيت يكشف أهم الاشتراطات المحددة لإنشاء فندق سياحي جديد على أرض سافوي بمدينة الأكسر والتسهيلات التي تقدمها الدولة ممثلة في الشركة القابدة للسياحة والفنادق بوزارة قطاع الأعمال للمستثمرين لتمفيذ المشروع فاريك الجدعان ريل استيت يرصد أعمال تطوير أقدم مبنى تاريخي يمتلكه البنك الأهل المصري بشارع محمد فريد في قلب القاهرة الخديوية والذي تجاوز عمره أكثر من 110 سنة اشتركوا في القناة